السلام عليكم بعد الله تعالى لعباده من البشر مئات الأنبياء ففي كل قوم وفي كل زمان كان يبعث الله نبيا أو رسولا يهديهم لعبادة الله وطاعاته ولكن الله عز وجل لم يذكر منهم في القرآن إلا خمسة وعشرين نبيا ومن أقل الأنبياء شهرة بين الناس هو إدريس عليه السلام فالقليل منا من يعرف قصته العجيبة فهل رفعه الله إليه مثل عيسى عليه السلام وهل ما زال حيا إلى اليوم فتابعوا معنا لتعرفوا الإجابة إدريس عليه السلام هو من سلالة شيت بن آدم وهو أول نبي بعثه الله تعالى بعد آدم وشيت فهو من أجداد نوح عليه السلام ويقال أنه أدرك من حياة آدم عليه السلام ثلاثمائة وتماني سنين وتعلم منه الدين والشريعة وبعد موت آدم وشيت كلفه الله تعالى بالنبوة كما ذكره الله عز وجل في القرآن قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا بدأ إدريس عليه السلام بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده وفعل الطاعات وترك المنكرات فأطاعه بعضهم وخالفه معظمهم فنوى أن يرحل فأمر معه أن يرحلوا معه فتقول عليهم ترك قريتهم والرحيل عن وطنهم فقالوا له وأين نجد مثل بلدتنا هذه إذا رحلنا فقال لهم إذا هاجرنا لله رزقنا غيره أي بلدا غيره فلما خرج سيدنا إدريس عليه السلام ومن معه وهاجروا في أرض الله وصلوا إلى النيل وأمامهم الوديان الكبيرة فجلس إدريس يشكر الله تعالى على عظيم فضله واستقر مع قومه في مصر وعلمهم شريعة الله وأوامره وقيل أنه كان في زمانه 72 لغة يتكلم الناس بها وقد علمه الله كل تلك اللغات جميعها ليعلم كل فرقة بلغتهم كما أنه كان أول من خط الكلام والكتابة وأول من خاط التياب وكانت مدة إقامة إدريس في الأرض ما يقارب 800 عام ثم رفعه الله إليه كما ذكر في القرآن ويعتقد بعض العلماء أن إدريس عليه السلام هو نبي الله إلياس نفسه ولكن معظم العلماء يخالفون ذلك ويقولون أن إدريس نبي وإلياس نبي مختلف أما قصة رفعه إلى السماء وموته فقد سأل ابن عباس كعب فقال له ما معنى قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم فأحب أن يزداد عملا فآتاه خليل له من الملائكة فقال له إن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا فحمله بين شناحيه ثم صعد به إلى السماء فلما كان في السماء الرابعة طلقه ملك الموت فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال وأين إدريس؟ قال هو ذا على ظهري فقال ملك الموت يا للعجب بعدت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض فقبض روحه هناك فذلك قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا وعن مجاهد قال ورفعناه مكانا عليا أي رفع ولم يمت كما رفع عيسى لأنه لا زال باقيا على قيد الحياة إلى اليوم ولكن ذلك غير مؤكد أرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم ودنتم في حفظ الله ورعايته